اشتركوا في القناة ويدخل الزمالك المباراة وهو على قمة جدول ترتيب مسابقة الدور الممتاز للموسم الجاري برصيد 19 نقطة في حين يحل فريق سموحة في المرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة ويمتلك الزمالك سجلا مميزا في تاريخ مواجهته امام سموحة بمسابقة الدور الممتاز حيث كان للفارس الابيض الكلمة العليا عبر 18 مباراة جمعته بالموج الازرق السكندري في المسابقة المحلية وحسم الزمالك تسعة مباريات وحقق خلالها الانتصار على حساب سموحة في الوقت الذي استطاع خلاله الفريق السكندري من تذوق طعم الفرحة امام الفريق الملكي في ثلاث مناسبات فقط وخيم التعادل على نتيجة ست مباريات جمعت الزمالك واسموحة بالدوري ونجح مهاجم الزمالك في زيارة شباك سموحة خلال ثلاثة وعشرين مناسبة في حين اهتز المرمى بخمسة عشر هدفا ويعتبر هاني سعيد هو اول من سجل للزمالك في شباك سموحة وذلك في انتصار ابناء مدرسة الفن والهندسة في المواجهات التاريخية الاولى بملعب الاسكندرية في السابع عشر من سبتمبر من عام 2010